دولة الإمارات العربية قررت إنها تسطب مئة مليون دولار من ديون المواطنين بتاعها مواطنين كانوا خدوا قروض من البنوك سواء كانت قروض عقارية قروض يشتروا عربيات قروض يخشوا ببيزنس ومش قادرين يدفعوا فقررت دولة الإمارات لها دولة السعادة إنها تلغي وتسطب مئة مليون دولار من ديون المواطنين بتاعها قلت والله دي فكرة هيلة ده شيء عظيم فقال لك لا ده على فكرة دي مش أول مرة سنة 2012 سنة 2012 قافت الإمارات مواطنية من ديون بلغت نص مليار دولار عددهم كانوا قد إيه ستلاف مواطن ستلاف مواطن كان عليهم نص مليار دولار قال لك خلاص أحب نعفر التلام ده دول أما بتوصل لمرحلة إنها عندها استثمارات نجحة عندها فائد من الثروة بتدلع مواطنيها غير الدول اللي جنبها اللي عندها فائد في استثمارات بتروح تصرف على الإرهاب دولة الإمارات العربية بتصرف على مواطنيها دولة قطر بتصرف على الإرهاب استثمارات نجحة في دولة الإمارات هبوط في كل الاستثمارات اللي عملها القطريين تبص على سينس برينبارح وكثير من الشركات اللي موجودة في بريطانيا نزلة 30% و40% استثمارات قطرية فشلة تشوف فرق بين الدول فرق بين دولة الإمارات ودولة قطر فلما يبقى فيه فائد مواطنين المتعثرين المواطنين اللي عندهم مشاكل دخال تقوم الصبح كده معلكش ديون ولا كريدت كارد ولا بتاع ولا مش ولا استجامعية ولا است بتاع لقد عفت الدولة عنك ودفعت عنك ديون هي دي الساعة طبعا إن شاء الله مصر توصل لمرحلة من المراحل دي اللي بقى عندها فائد وتقدر تقدم لمواطنيها كل الأشياء الجميلة